أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن مرثون رسالة الوفاء للقائد صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه يعبر عن عمق محبة شعب الإمارات لقائد النهضة واستمرار المسيرة الحضارية جاء ذلك خلال مراسم توقيع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي اليوم في ديوان الحاكم رسالة الوفاء للقائد ضمن المبادرة الوطنية ورياضية مرثون رسالة الوفاء للقائد والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وهي النسخة الخامسة والتي كتبت باللغات الستة المعتمدة داخل الأمم المتحدة والمسجلة في موسوعة جينيكس للأرقام القياسية